مرحباً بالجميع، اليوم أود أن أشاركم شيئاً ملهماً حول كيف أصبحت الإمارات رائدة في مجال التمييز الحكومي كما تعلمون، الأمر لا يتعلق فقط بناطحات السحاب والفخامة، بل يتعلق بالابتكار والتفاني والسعيد الدؤوب نحو التمييز فلنبدأ إذن، أولاً عقد برنامج الشيخ خليفة للتمييز الحكومي وجائزة الشيخ خليفة للتمييز شراكة استراتيجية خلال القمة العالمية للحكومات وهذا أمر مهم للغاية حيث تم تبني معايير نظام التمييز الحكومي الإماراتي لتقييم الترشيحات ماذا يعني ذلك؟ يعني تعاون أقوى بين القطاعين العام والخاص ومعايير موحدة للتمييز المؤسسي يهدف هذا التعاون إلى دفع التمييز المؤسسي المستدام في دولة الإمارات أليس هذا مثيراً للإعجاب؟ دعونا نتحدث عن برنامج دبي للتمييز الحكومي كرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين مؤخراً وأشاد بمسيرة التمييز التي أسسها منذ ثلاثة عقود والتي أثمرت الآن محلياً وعالمياً حيث بالإضافة إلى الفئات السابقة للتمييز تم تقديم ثلاثة فئات جديدة حيث تم تقييم الجهات الحكومية بناء على معايير مبتكرة بما في ذلك التأثير الاجتماعي والاستعداد للمستقبل تؤكد هذه المبادرات استزام حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز ثقافة التمييز والابتكار في القطاع العام وهذا بدوره يساعد على تحقيق الريادة والتمييز في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين لكن هذا ليس كل شيء في محاولة للتعزيز نظام التمييز الحكومي قمت بلدية دبل فجيرة بتحديد أكثر من ثلاث وثائق بما في ذلك التشريعات والسياسات والخطط حيث تهدف هذه التحديثات إلى أحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات فعلى سبيل المثال تم تحديد أدلة عينات الأغذية وعمليات تفتيش المؤسسات الغذائية للحفاظ على معايير الصحة العامة ولم يتوقفوا عند هذا الحد بل أجروا 12 زيارة ميدانية لمختلف الإدارات لمراقبة وتحسين الإجراءات كما عقدوا دورات تدريبية متخصصة حول المسؤولية المجتمعية وإدارة المخاطر لتعزيز خططهم الاستراتيجية تعكس كل هذه الجهود تفاني حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال التميز الحكومي فهم ملتزمون بتطبيق أفضل